لا قبل ما نعقب انت تعرف ان انا في منصب مدير فني بالنيابة ولان انا مدير تكوين على مستوى الاتحاد بصفة رسمية ومدير فني وطني بالنيابة وتعرف باللي عندنا واجب التحفظ يعني ما لازمش حتى نمشي لأي قنوات لازم نمشي بموافقة الاتحادية الجزائرية لكون القادم ومن خلال الاتحادية رئيس الاتحاد ونظرا لكل ما قيل في الحصة اتكلمت مع المسؤولين على مستوى الاتحاد وطلبت منهم الموافقة لتي اوضح ما اوش رد ولكن اوضح بعض المغالطات في القناة تتاعكم لان في نفس القناة اللي يتكلم فيها لازم نرد ديت الموافقة واللي خلاني ممكن نطلب نوضح بعض الامور هي كلمة ثقيلة جدا كلمة الخيانة كلمة الخيانة واللعب على وطر فرنسا هذا اللي كانت اللي كان قاعدت في امور فنية وتقنية كل واحد حر باش يتكلم والاتحادية والمكتب الفيدرالي هم على دراية بكل هذه الاشياء ولكن عندما الامر تعلق بكلمة خيانة نظن كلمة كبيرة وننفضل انه ما دامرنا في الخيانة كاين واحد الصورة بدأ بنا نشوفه الصورة ونواصل الكلام بتاعي بالنسبة لهذا النقطة كمل الفكرة ما بتوجد الصورة اعطينا الصورة امير زكريني لانه هو اتكلم انه انا اولا كنت ممتل الفيفا والقوانين تاع الفيفا تسمح لي باش انترأس ثلاث لجان يعني كنت مسؤولية كانت ثقيلة لجان تاع التحكيم ولجنة الانضباط ولجنة اللجنة التقنية وانت تعرف انه الالعاب الالعاب البحر الابيض المتوسط هذه دولة بدلة مجهودات كبيرة لنجاح هذه الالعاب وكانت عدة محاولات من الخارج ومن الداخل لافشال نجاح الالعاب البحر الابيض المتوسط وسنتكلم على بعض بعض الاشياء اللي تلقيتها انا كمسؤول اول على دورة كونت القادم وقمت بافشال بعض المحاولات عند بعض الناس اللي يحبوا يفشلوا هذا الالعاب المقابلة هذه المنظمين على مستوى الالعاب البحر الابيض المتوسط شافوا في المقابلة الثانية على الفريق الفرنسي فرنسا واعتقد فريق فرنسا والمغرب ردة فعلة على الجماهير كانت نوعا ما قريب وصلت لبعض الانزلاقات على مستوى الالعاب البحر الابيض المتوسط المسؤولين المنظمين على المستوى الدولي تخوفوا نوعا ما من ردة فعل الجماهير مقابلة الجزائر وفرنسا وانا شخصيا كنت معين في مقابلة اسبانيا والمغرب ولكن نظرا لحساسية هذه المقابلة طلبوا مني باش نكون انا موجود ايضا في الملعب هذا طلبوا مننا حقيقة المنظمين قال لك باش نقصوا ضغط الجماهير ونوريوا لهم صورة جبيلة باش انتفادوا اي انزلاق ممكن لا تحمد عقباه قال لك اذا كان ممكن العابير يدخل اليد في اليد باش الجمهور يشوف صورة جبيلة والناس يعني نوعا ما نقصوا ضغط الجماهير تكلمت بطبيعة الحالة مع المدرب وقلت لهم هاو الاقتراح كانوا رفضوا خلاص رفت رفت عندما وصلنا للملعب نفس الاشكال تكلم معايا السيد براف وممكن كان بحسنية لان احنا كنا عايشين هذا الضغط كنا نشوفوا تداعيات ممكن تصرفات غير لائقة تدي لاشياء وانزلاقات ممكن ما نقدرش نتحكموا فيها داخل الملعب بعدين انزل السيد سيد براف عندما قلت له بالمدرب ارفض انو هاد العملية تعليد في اليد قال لي على الاقل ياخذوا صورة قال لياني جاي جاء السيد براف احبط للملعب زبانة انت تعرف فيه تونال وهو كان مريض شوية ما يقدرش يمشي مليح احبط ولكن ما سعدش وانا كنت مسؤول على التنظيم بصيفة عامة خليته ثمه ورشيت للملعب لانا كانوا الفريقين نحي لدخله بعدين ما ارجع شفتوا ريا عايط لي قال لي ان اتفقنا على اخذ صورة قال لي السيد وراد الصلاة اه الموافق على اخذ صورة انا خلاص في ذهني بعد النشيد الوطني الصور نجمع الفريقين الاثنين وياخذوا صورة جماعية والهدف منها تهديئة الجماهير نعطيه صورة باش الجماهير نوعا ما لان الجزائر هي اللي يتمظم والدولة بذلت كل وسحة باش تكون دورة ناجحة الى اعلى مستوى عندما انتهى النشيد الوطني الفريقين اتصلت الفريق الفرنسي قلت له قل القاعد الفريق يجيب ياخده صورة جماعية مشيت عند الصين صلاة قلت له بالنسبة للصورة الجماعية قال لي لا قلت له اتفقت على الصورة الجماعية قال لي لا قلت له خلاص ما تدير صورة جاية جاي المدرب الفرنسي قلت له ما في الصورة جماعية تبدأ المقابلة وبدأت المقابلة هذه الحكاية الى الحقنة هذا الامر ولكن هذه القضية انا نفضل ما تكونش منعزلة على الاطار العام تاعت التنظيم انا كمسؤول اول انا وسيد حاكم الدان اللي كان مدير الدورة عشنا مشاكل في هذا الدورة في تنظيم وكانت بعض الناس اللي كانت تشارك في الدورة كانت خلقة مشاكل نعطيك على سبيل المثال بالنسبة للحكام اللي معمول به انه كل الدولة عندما تجي الى الدورة تجيب معها حكم كان ثمانية بلدان جابوا ثمانية حكام والقانون يقول لك اذا كان نقص في الحكام نقوم بلزاربيت أرجريا وتشاء الصدف انه بالنسبة لحكام اللي زيجتوش جاء الا واحد فرنسي وحنا نلعبوا مقابلة مع المغرب ومع اسبانيا ومع فرنسا لعبنا المقابلة لولا جاء وطرحوا عليها الاشكال بالنسبة ل اسبان وفرنسا قال لك احنا غير مستعدين باش نلعبوا بحكام مع الجزائر مع مساعدين جزائريين احنا رافضين ماذا السيد بوكواسة وسيد قابوح وما موجودين كلفتهم لأنه كنوا موجودين معنا باش يقنعوا بعض الحكام بتاع الساحة لكي النكاين وكلهم حكام ساحة على الاقل في بعض المقابلات تعجزائر يجي واحد حكم ساحة باش يدير اعطونا الموافقة غدوة جاءوا لزاربيت اللي اعطونا الموافقة زعمة طلبوا من الاتحاد ياتحهم تسمح لهم بس كنوا طلبوا من الفيدراسون تاعهم باش يديروا دي ذاربيت اصيستان ودابري واش قالوا قالك الاتحادية تعنا فرضة رفضت واللينا في معزق اتصلت بال وقدرت نقنحهم وعطيتهم ضمنات لان انا بالنسبة انا كنت نرأس لجنة الانضباط ولجنة التحكيم واللجنة التقنية اعطيتهم ضمنات وقبلوا انه يكون لدوزيما سيستو أنا لان ما كانش كان غالي زالجيريا مشات المقابلة وفزنا وما كان حتى كلام الوثيقة موجودة عندي في تليفون ونقول لها لكم بشتوفوها الفريق المغربي دار شيكاية كتبية لمعظم اللجان على المستوى تنظيم لعب البحر الابيض المتوسط رافضين انه في مقابلة المغرب والجزائر يكون حكم دوزيما سيستو ألجيريا ولو كان يجي دوزيما سيستو ما يلعبوش المقابلة وليت في معزق اتصلت بكل المسؤولين بما فيهم رئيس اللجنة الأولمبية سيد الحمد بما فيهم مسؤولين في المزارة بما فيهم السيد درواز وطرحت الإشكال قتلوا ما أنا عندي الحل ولكن أنا نعلمكم بالإشكال قالوا لي تصرف اتصلت بالسيد دبيشي وطرحت الإشكال بالنسبة لسيد دبيشي قتلوا سيد دبيشي قتلوا عندنا إشكال والحل موجود قال لي ما هو الحل لازم نتصلوا هذه ليلة المقابلة مع المغرب نتصلوا بالإخوة في تونس يرسلونا تعقم فيني دوز ربيد دوتوش يانر بيت سنترا تعقم تحكيم احنا كنا محتاجين انا ربيد دوتوش حاكم واحد ولكن ما مش فرضو قال لك احنا يمشيوا انتريو نبعت الانتريو معلش المهم يلقينا الحل لزربي التونسيين يحقوا قبل ساعات بالنسبة الفريق المغربي والمسؤولي المغربة هما في رأسهم انه راح يكون حاكم جزائري وراح يخرجوا في وقت المقابلة يخرجوا من الميدان وانما معطيش المعلومة تماما كانوا راقدين استيقظوا على الساعة الوحدة راحوا جبنا لهم السيارات ذاتهم الملعب لحقون الملعب كانوا يتخيلون انه عندما ومشينا المقابل وكان من بين من بين نقولها بكل صراحة كان حاكم هو اللي اثر الحكام اللي قبل يديروا ربي التونسيستان الحكام الاجانب ربي التونسيستان قبل حكام ساحة وقبل يديروا هو الاخير عليهم باش غدوة من ذلك رفضه يديرون ربي التونسيستان حاكم جزائري يعني نقول لك لا مش حاكم جزائري مش حاكم جزائري باش نقول لك شوف المشاكل اللي اللي واجهناها بالنسبة الفريق الاسباني وبالنسبة الفريق المغربي قعدنا المشكلة التالت مشكل مقابلة الجزائر فرنسا والتخوف الوحيد كان نقول لها بكل صراحة لجماهير مايش سهل بتتتحكم فيها كان في فرنسا ودخلو لهم نعم والمنظمين تعال العاب المضاوطس المتوسط كانوا بتخوفين من ردة فعل الجمهور لأن ردة فعل تعالجمهور تعنا مقابلة تعال فرنسا فرنسا والمغرب كانت ردة فعل خوفتهم شوية والسبب علش قلت لك لازم نحطوها في الإطار تاعها السبب بتاع اقتراح دخول اللعبين يد في اليد وإلا أخصر لتهديئة الوضع وتفادي فشل ولا تفادي أعطاء الناس الفرصة باش يفشلو لنا النجاح تاع دورة الألعاب البحر هذا هو لأن قلت لك ما لازمش هذا الشي ناخدوه معزول لازم ندخله في الإطار العام وعند الرسائل في الموجودة في تريفون ورهي هلكم تقرأوها باش تكونوا للأمانة يعني شهادات تاع المدير اللي يعترف بالقدرات التاعنا كمسيرين في دورة تعكونة القدم ويقول لك إن نجاح الدورة يقعد في تاريخ الألعاب البحر أبيض المتوسط وبعد الحصة نوري لكم الرسالة الرسمية واضح هذه هي اللي قلت لك ندروها في الإطار تاحها هذا هو السبب اللي خلانا ومدى بي تورينا الصورة واضح نشارك معنا الضيوف ونعود نولي ولل الصورة نشارك معنا الشيخ المتوسط لا بزينا أكد على كلمة إذا كانت هذه نعتبروها اللي قمنا بممكن أشياء اللي تصب في مصلحة نجاح التنظيم وتورينا الصورة ونطرح سؤال واحدة آخر واضح واضح استعملنا كلمة خيانة كلمة قيلة بسنافة